موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بكم أيها المتابعون الأوفياء في هذه المداخلة التي سوف نتحدث فيها عن التصريحات التي أطلقتها السيدة لويزة حنون والتي تهجمت فيها على الفريق الراحل أحمد قايد صالح من حيث المنطلق يجب أن نقول شيئا أن لويزة حنون هي رئيسة حزب العمان الذي أسسته عام 1990 كانت معارضة شرسة في الثمانينات معروفة بتوجهاتها الشيوعية وتروتسكية لاحقا وغير ذلك من مثل هذه الأمور هي يسارية معروفة وفلا تحتاج أن نتحدث عن مسارها عارضت شادلي بن جديد ثم بعد ذلك عرفت بمواقفها في التسعينات حيث دافعت عن معتقلي الفيس دافعت عن علي بن الحاج وما إلى ذلك غير أنها في بداية عهد بوتفليقة كانت نافست بوتفليقة في رئاسية 2004 أيضا نافسته في 2014 لويزة حنون كانت مقربة من دوائر بوتفليقة بوتفليقة امتدحها من قبل ووصفها حتى بالمرأة الفحلة وكان يشيد بها في مجالسها مقربة جدا من سعيد بوتفليقة أيضا كانت مقربة جدا من تفيق امرأة لديها نضال سياسي أمر آخر استفادت كثيرا من نضالها ولا نريد أن نخوض في هذا المجال بقدر ما نريد أن نقول أن حديثنا اليوم حول ما تكلمت به لويزة حنون ليس للدفاع عن القائد صالح وليس للتهجم على لويزة حنون نريد أن نأخذ الأمور في مساره ترى لماذا هذا الكلام الآن يجب أن نتحدث عن هذه التصريحات من حيث الموضوع من حيث الشكل ومن حيث الظروف من حيث الموضوع ماذا قالت قالت لويزة حنون الراحل أحمد قيد صالح رئيس أركان الجيش انقلب على الرئيس بوتفليقة في آخر اللحظات بهدف نيل مكاسب وإجماع شعبي هي قالت هذا الكلام نعم هذا ما ورده وضع في حوار مع إذاعات النطقة بالفرنسية إذن تقول أنه القيد صالح انقلب وصف بالانقلاب ماذا يعني هل حقيقة حدث الانقلاب الشعب الجزائري عندما كان يتظاهر كان يطالب المؤسسة العسكرية أن تساعده في إنهاء العهد الخامس استجابت المؤسسة العسكرية استجابت المؤسسة العسكرية لهذا الطلب ترى لو انحازت المؤسسة العسكرية إلى مجموعة بوتفريقة وعصابته ستكون بلا أدنى شك هي التي انقلبت على إرادة الشعب إذا كان المطلب الذي يطالب به الشعب الجزائري المتظهر أن ذاك هو مطلب شعبي وفق هذا المعيار معناه إذا كان القايد صالح استجاب لحراك الشعبي وصفة لويزة حنون بأنه انقلاب وإذا كان القايد صالح من شامع مجموعة بوتفريقة يعتبر انقلاب على الإرادة الشعبي إلى المطلب الشعبي ترى يعني هي تقول بأنه في أخر الحدث الرئيس السابق أبلغ القايد صالح أولا من أين لها هذه المعلومات لويزة حنون بنفسها لويزة حنون بنفسها في حوار أجرته معها قناة محلية في الجزائر وكان ذلك في 21 مارس 2019 أي تقريبا بعد شهر من انطلاق الحراك الشعبي قالت ما يلي منذ 2014 مات آخر مرة تلاقيت فيها برئيس الجمهورية سيدة لويزة حنون يوم أداء يمين الدستوري في أبريل نهاية أبريل 2014 لأنه طالب يشوفني في نادي سانوبر كلوب دي بان تلاقيت به تلاقيت به لمدة 40 دقيقة وطرح علي أسئلة حول ما معنى ما هو مضمون الجمهورية ثانية اللي كانت هي الشعار نتاعنا تاع الحملة تاع الرئاسيات عندما بيسكر شحني الحزب وكما استمعتم أنها التقت معاه في 2014 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا الحوار في 21 مارس 2019 معناها أن تلك الفطرة كلها لم يلتقي بها من أين لها هذه المعلومة بأن بوتفليقة أبلغ القيد صالح بأنه سيتنح بسبب ما حدث في الشعار لآخر دقيقة كانت العهدى الخامسة مر لآخر دقيقة حتى للحظة جابوا بوتفليقة من سويسرا واللي جابوه متعود قبل يروح تحت لعيد الشقيق ولكن في ذلك اليوم لما عادوا جابوه من سويسرا سويسرا كان جابات المؤسسة العسكرية في ذلك الوقت ما جابوه شخوه جابات المؤسسة العسكرية وداتوا حطتوا في إقامة في زيرال لم يعد تحت سيطرت شقيق لأنه نعرف القصة ما حدث في ذلك القرار تم توقيعه من طرف سعيد بوتفليقة لعزل جيد صالح قبل ولذلك راحوا جابوه من سويسرا وحطوه في إقامة الدولة جابتوا وجابتوا المؤسسة العسكرية في ذلك الوقت متعود دائما كانت تجيبوا الرئاسة وتحت رعاية شقيق وكانت من ذلك البداية الفعلية إذن هي لم تلتقي به من قال لها بهذه المعلومة إذن قالوا لها المجموعة سعيد وكذا وكذا السعيد بوتفليقة قبل توقيفه في آخر دقيقة كان يخبر ناس يخبر ناس بأنه العهد الخامس صاروا يفرض فيها القيد صالح كان هذا آخر أنه الرئيس الرئيس أنه ما يحبش العهد حتى العهد الرابع أو ما حبش هذا السعيد بوتفليقة اللي كان يقول في هذا الكلام وهو نفسه اللي لما كان بوتفليقة يعالج هنا في فالدوغراس كان يروح الواحد الحانة يسكر حتى يسقط ويقول لهم راح مننا البوفور كان راح يهب على البوفور راح يروح كيفاش السعيد بوتفليقة يقال أنه مشوح شقيق يدي العهد الرابع أو العهد الخامس كانت هذه طرحة فقط حتى توجه الاتهامات للجيد صالح وتبر بوتفليقة أعادتها لويزا حنون التي لم تلتقي بالرئيس لم تلتقي بالرئيس من 2014 لا حد كلامه إذا ألتقت به بعد 2014 فهي في الحوار هذه كانت تكذب عن الشعب الجزائي وإذا كان لم تلتقيه فمعناها من أين لها المعنى هل أخبرها الرئيس هي تقول بأن الرئيس هنا في نفس اللقاء تقول بأنه الرئيس بوتفليقة أبلغني شخصيا بطموحات القايد صالح والجنرال عبدالغني هامل للوصول إلى سدة الحكم هذا أبلغها في 2014 نعم في 2014 من 2014 حتى 2019 خمس سنوات خمس سنوات والقايد صالح كان بيئة تفريقة قادر ينحيه كان الهامل نحاوه هنا هنا إذن كيفاش عندهم طموحات باش يوصلوا للسلطة ويخبرها كأنها تجيب في معلومة لا أعتقد أنه يوجد في السلطة الجزائرية في أنذاك الذي ليس له طموح أن يصل للسلطة حتى لوزح لهم بحق ذاته ترشحة مرتين حتى تصل إلى السلطة إذن إذا كان قالها هذا طموحات هذا طموح مشروع ولكن ماذا يعني هذا طموح؟ لماذا لم ينقلب الجيد صالح في 2014 مدام عنده انقلاب ينقلب عليه في 2014 مثلا في الفطر اللي كان هنا في فالتوغراس لما جاه هنا هو وسلال لماذا لم يحدث كل ذلك الانقلاب؟ رغم أنه يوجد أنا استمعت الجنيرال كان من دوائر توفيق متقاعد استمعت لي شخصيا هنا في باريس قال لي بالحرف الواحد أنه تم اقتراح اعتقال السعيد بوتفليقة عند عودته من باريس إلى الجزائر واقترحوها على توفيق ورفضها توفيق رفضا قاطعا قالهم لا قالهم نعتقلوه والرئيس يدوه ويطبق المادة 88 في آن ذاك وخلاص وقضية شغور المنصب الذهب إلى انتخابة رئاسية ورفض توفيق وقالهم هذه الخطوة لن نخطو نعم ماذا لو أنه القيد صلح أمر توفيق بالعمل هذا ماذا ايضا الكلام هذا عليه شبهات اذا على الوزح النون أن توضح متى أخبرها بوتفليق لأنه في الحوار لداراته مع البلاد آخر البلاد لم تخبر أنه نستمع فهو كان متعب يعني كان متأثر كثير فأنا اقترحت عليه بعد ربعين دقيقة أننا نأجل الحديث لما بعد عندما يكون مرتاح ولكن منذ ذلك الحين تغلقت كل يعني الأبواب لأنه من هذيك المرحلة انطلقت الأوليغارشي يبدأ وزير الصحة في الصيف يتمدى ويفتح القطع تعلصصحة للأوليغارشي للمفترسين أنا ذاك وبدأ مختلف الوزراء ما استدعاكش الرئيس بعدها لا ما استدعانيش فيما بعد وما تنساش أنه أنت هقبل في السؤال اللي ما قبل قلت لك نتكلمنا على الأوليغارشي ولكن حسب رأيك واش مغزى الرسالة تعم جموعة التسعتاش اللي وجهناها لرئيس الجمهورية طالبين أنه يستقبلنا لأنه إحنا سجلنا أنه القرارات التي تتخذ بإسمه ما تشبه لوس في اللقاء لم تقل أي شيء ما يوحي بأنه هناك تخوفات من بوتفليقة بوتفليقة كان يشك في كل من حوله والذي يعرف بوتفليقة عن قرب يشك حتى في أقرب المقربين ليه بأنهم لديهم طموح في الصلط حتى إذا قال هالها صحيح في 2014 ربما بوتفليقة ربما قال وربما لم يقل لا أدري ما صحة لأنه لا يمكن أنه بمجرد ما تقول الوزا حنون هذا الكلام معناها خلاص يدها خضراء والوزا حنون لا تنطق عن الهواء لا هي قالت هنا التقت في 2014 وتحكي في روايا لا أدري من أين استوحتها ولا أحد في الفطرة الأخيرة كل شاف بوتفليقة إذن بوتفليقة إذا كان بالفعل بالفعل أبلغ القيد صالح بأنه يريد الاستقالة لكن أنه يريد الاستقالة ولكن ما كانت لو أنه القيد صالح استجابها لنفرض جدلا أنه القيد صالح ما لم يتخذ إجراء التخندق مع الحركة الشعبة والإنحياز للحركة الشعبة أوكي خله بوتفليقة يستقيل ويحكم عبدالقادر بن صالح رئيس مجلس الأمة ولا تفتح إجراءات صدقوني رايح تفرض العصابة ما تريد راح تفرض العصابة لن نرى السعيد بوتفليقة في السجن ولن نرى ويحيا في السجن ولن نرى هذه المجموعات في السجن أبدا هذه أنساوها هذه أنساوها أبدا إذن بوتفليقة لما شاف الشارع نعط ما بقالوش حتى خيار طرحك الفكر تذيك تمديد والأفكار اللي طرحت كلها كانت مرفوضة شعبيا وهو يدرك تماما أن القوة العسكرية ليست معها أن الجايد صالح مش معها لأنه لو كان على يقين أن الجايد صالح معها كان ما يترشحش العهد الخامسة أصلا كي يشوف الشارع هكذا رح يرشح شخص واحد آخر وراح يكون سعيد بوتفليقة في الخلف وراح يكون ربما كان رح يرشح أو يحيا لماذا لم تذكر لويزة حنون بأنه أكبر شخص كان في السلطة عنده تطلعات إلى الوصول إلى السلطة وخلافة بوتفليقة هو أحمد أو يحيا لماذا لم ترخل أحمد؟ لأنه أحمد أو يحيا من المجموعة التي تنتمي إليها إليها لويزة حنون لويزة حنون معروفة عندها علاقات مع أحمد أو يحيا وعلاقات مع السعيد بوتفليقة بل أنه في مجالس كانت توصف الأم الثانية للسعيد بوتفليقة إذن هذه التصريحات عليها علامات استفهام عليها علامات استفهام وكلنا نعلم في مرحلة معينة معنا ذكر القيد صالح كان في موضوع قوة كان يستطيع أنه ينزع بوتفليقة لو كان أراد الانقلاب كان رح يستطيع حتى في العهد الرابعة كان الشارع رفضها وكان بالإمكان يفعلها ولكن لم يفعلها لها في ذلك الوقت لحسابات وتوازنات كثيرة رح يأتي اليوم ونتحدث ولكن الرئيس بوتفليقة بلغني شخصيا والجينيرا عبدالغني هامل مرت بمرحلة معينة وسمعناها وسمعناها من دوائر بأنه كان في فترة معينة فكروا في تحذير عبدالغني هامل هامل ليكون خليفة لبوتفليقة هو من الغرب الجزائري وابن منطقته وكذا 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 واحدة اعتباراته وبعد ذلك بسبب أيضا طموحات أحمد أويحيا أحمد أويحيا ضرب أباري ضد الهامل وكذا وكذا هذه الأمور نعرفها إذن ما جابتش جديد ما جابتش جديد الجديد اللي حابت تقوله تقول بأنه بوتفليقة أولا طبيعي صورة بوتفليقة صورة بوتفليقة كأنه بوتفليقة مشكلته هي العهدى الخامس يا سيدة الويزة أنت كنت تتحدثي عن الأوليغارشيا وتتحدثي عن الفساد ولكن معروفة الويزة حنون في مسيرتها أنها لم تتهجم يوما على عبد العزي بوتفليقة أنت وحدة نافس عبد العزي بوتفليقة في الانتخابات ولم نشهد يوما أنها اتهمت عبد العزي بوتفليقة بشيء رغم أن الفساد الذي حدث في عهد بوتفليقة لا ناظرها له إذن هي تكلمت حقيقة على بعض الفساد في الدولة ولكن استهدافها لشخص بوتفليقة لم يحدث إلا إذا كنت غير متابع جيد حسب معلوماتي لم يحدث وإذا كان حدث نتمنى من المتابعين الكرام يكشفون فيديوهات مثلا أنها تهجمت وانتقدت بوتفليقة شخصيا وانتهمته بالفساد إذا كان هذا حدث ولم ننتبه له هذا شيء آخر تقول الوزع حنون لن تقول هذا الكلام ولكن أمر آخر إذا كان القيد صالح هل القيد صالح ما قام به فرد؟ أنا المعلومات والمعطيات اللي عندي من دوائر آئر في المؤسسة العسكرية أنه كان عمل جماعي وكان فيها شنقريحة شنقريحة كان موجود كانوا ضباط رهما زالوا الآن مسؤولين كبارا كانوا موجودين إذا كان القيد صالح انقلب على بوتفليقة بالصغة التي تحكيها فأنا إذا القيد صالح رحل إلى ربه لا يمكن محاكمته إذن موجود شنقريحة سعيد شنقريحة موجود وهو رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وهو الرجل القوي الآن في المؤسسة العسكرية اتهامات التي تطال قيد صالح لا تطال شخصه بل تطال المؤسسة العسكرية لأن الانقلاب لا ينفذه شخص بل تنفذه قيادات لأنه لا يمكن لشخص لوحده عنده نزعة انقلابية ضد رئيس الجمهورية يمكن أن يتخذها ويتصل بقادة النواحي وقادت كذا وكذا وكذا ولم يقول لهم ونفرض عليهم أبدا أبدا لو كان فيه مسؤول كبير في المؤسسة العسكرية فأنا ذاك رافض لماذا تسميه الوزاحن أنه انقلاب معناها أنه أراه أنتهى القيد صارح في ذلك اليوم مباشرة طلب بلغوا الرئيس وخرجوا ويدخلوا عليه المكتب انتعوا يهزوا ويبطوا لبليد إذن هذا الانقلاب اللي تتحدث عليه الوزاحنون قامت به المؤسسة العسكرية قام به شنقريحة شارك فيه شنقريحة إذن التهمة الآن موجهة شنقريحة هاي أتحدى الوزاحنون تقول لشنقريحة اللي كان دائما مرافق للقيد صارح في كل ما أتخذ من قراراته وكان قائد أقوى قوة في الجيش الوطني الشاب إذن وين هو أنا؟ إذن الحكاية بأنه بوتفليقة أبلغ بأنه رح يستقيل وأنه القيد صالح سارع وكذا كذا كذا أكثرها طريحت حتى من صفحات الفيسبوك اللي دافع العصابة مطروحة لويزاحنون ما جابت جديد لويزاحنون ظهرت في هذا الظرف سنتحدث عن هذا الرأس تقول التحقت بالاجتباع المشبوه مساء وكان السعيد بوتفليقة في انتظاري والجنرال توفيق اقترح علي بن فليس لقياة مرحلة انتقالية مدتها ستة أشهر لكن السعيد بوتفليقة أبدى لهم رفضه ورفض الرئيس لاعتبارات خلاف بين الرجلين لا يمكن شوف أنا نقولها لكم اقتراح بن فليس هذه دعاية أنا لن أقبلها ونعرف مدى حقد السعيد بوتفليقة وشقيقه على علي بن فليس ولماذا لم تقترح لويزاحنون ولماذا السؤال المطروح تقول لكم لا رئيسة حزب سياسي لماذا إلا أنت حذرت في هذا الاجتماع نحن نعرف الدولة الجزائرية كيف تسير لا يمكن أنها عيطولها على أساس أنها رئيسة حزب لا عيطولها لأنها عندها علاقة بهم من قبل وكانت تتابع معهم في تطورات المشهد وكانت معهم تخطط معهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لأنهم المجموعة كلهم أدركوا من جل العقاب سيطالهم أدركوا هذا الأمر لذلك يسارعون إذا لا يمكن أن يقترحوا عليب السعيد بن تفلي ووحد السيدة أخرى أخرى ذكرتها يعني عجيب يعني من الشخصيات الكبرى لماذا لم يقترحوا مثلا أحمد طالب الإبراهيمي هي ذكرت بن بيتور بن بيتور أيضا نذكره أنه كان في بداية حكم بنتفليقة وكان رئيس وزراء وبعد ذلك استقالوا مغضوب عليه هي حبة تتوررنا بأنه لهذه الجلسة كان ديمقراطية ذكروا حتى خصوم الرئيس أنه خصوم الرئيس لا يهمهم أنهم أنهم يجوا ليقودوا المرحلة الانتقالية وأنهم يريدون المرحلة هذا كلام فارغ هذا الاجتماع تم اجتماع من أجل محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه وأرادوا أن يحتموا باليمين زروال واليمين زروال يدرك أنه لديه قيمة عند القايد صالح ولو لدى المؤسسة العسكرية لو قبلهم اليمين زروال ما استطاعت المؤسسة العسكرية أن تتخذ إجراء أي إجراء لأنهم يفكرون بهذا أيضا اليمين زروال يدرك قدره في الشارع الجزائر فأرادوا أن ينقذوا حبي يجيبوه مجرد واجهة فقط يفوتوا به المرحلة وبعد ذلك يجيبوا الرئيس اللي يبغيوه يجيبوه كانوا يحبين يجيبوه ينحوا القايد صالح اللي موجودين الآن كثير منهم في السجون يحطوهم في المناصب الحساسة وبعد ذلك يضربوا بيد من حديد فوتوا المرحلة يديروا انتخابات اليمين زروال يغادر يرجع إلى بيته وبعد ذلك يضربوا بيد من حديد لن يفتح ملفات الفساد ولن يتابع أي أحد إذن المشكلة مشكلة الجزائريين اللي مش في العهد الخامسة فقط العهد الخامسة والفساد أصح خرجوا ضد العهد الخامسة أغلبوا بمحاربة الفساد مشكلة الدولة هي الفساد لألاش تختزل فيها الوزح النونو واللي معروف وتحدث عن الأوليغارشيا وكذا ومافيا المالو وكذا تختزل الأمر في مجرد أنه القايد صالح اغدر بوتفريق نحن نعرف القادة العسكريين كلهم عندهم طموحات في السلط لا يمكن أن أستثني أحد والآن هذا سعيد جنجريح رئيس العركان ره يطمح يكون أشياء أخرى أنا أجزم لكم هذه طبيعة موجودة ولكن أنه يختزل الأمر هذا ويحاول تصويره على أنه انقلاب معناها الشارع الجزائري أيضا انقلاب الثورات الشعبية هكذا ثورات الشعبية عندما يخرج الشعب إذا المؤسسة العسكرية انحازت للشعب فهو فهو أمر جيد ولكن دائما لما تنحاز المؤسسة العسكرية للشعب تتخذ ضد معناها ليشيدون بثور تونس للمؤسسة العسكرية انحازت إلى الشارع وأيضا ما حدث البنعلي بنعلي مهربش بنعلي سافر سافر داروا عليه القيادات العسكرية هل هذا معناها انقلاب أيضا حسني مبارك تم عزلوا من طرف المؤسسة العسكرية هاتوني ثورة شعبية يمكن أن تنتصر من دون أن يقف معها المؤسسة العسكرية واشي سموها القذافي لا توجد لديه مؤسسة عسكرية للأسف ما كانتش عنده مؤسسة عسكرية كانت عنده مؤسسات تبصي تدخل حلف الأطلسي أسقط لو لم يتدخل حلف الأطلسي ما أسقط القذافي ما يحدث في سوريا بشار الأسد المؤسسة العسكرية تحولت إلى ميليشيات تابعة للنظام هاهم مازالوا يتقاتلون دماء دمار خرق أيذن المؤسسة العسكرية عندما تنحاز إلى الشعب الذي لا يمكن وصفها بانقلاب حتى لو يكون الرئيس أبلغ الرئيس أبلغ لأن القضية ما تعلقت بعهداء لرئيس مريض لو كانت الدولة كانت تسير كما ينبغي لا فساد وكذا ولكن الرئيس لم تتوفر فيه الشروط اللي يفرضها بشي ترشح الانتخابات وخرج شرع قال للعهد الخامس يقول لو يسي محمد خلاص يقول لهم أنا ما ترشح شدتها الموضوع لكن البلد غرقت في الفساد البلد تحكمها عصابة إذن أين الجديد لذا جبات الوزع الوزع حنون تريد تبرئة بوتفليقة تريد أن تحول القيد صالح أنه ظلم من ظلم الحراك وظلم عبد العزي بوتفليقة وتريد بهذا تبرئة أيضا السعيد بوتفليقية كنت متهمة معهم وطبعا خرجت براءة وعادت إلى بيتها فتريد أن تبرئهم إذن حبطعتي إلى أنه هذا كان اجتماع المشبوه وكان اجتماع من أجل الصالح العام لها كان اجتماع تبع عصابة للغضر بالمؤسسة العسكرية اجتماع لم يجدوا كيف تخلصوا من القيد صالح لأنه لأنه الأمر هذا كانت الأمر قبل ما يخطب القيد صالح ويقول خطابه الشهير اللي طالب بتطبيق المادة المئة والثنين رهي جرت أشياء كثيرة في الكواليس ما تعرفوا هاش أيها الجزائريون تعرفوا هاش رهي حادثت خصومات وانقطعت الاتصالات وأنه حاولوا يعزلوا القيد صالح وداروا القرار ووقعوا السعيد بالكاشي والختم تعخوه وهو تم وجد قوات من الجيش الوطني الشعبي للتلفزيون لأنه وصل للفاكس ودائما كيف يرسلوا الفاكس وبعد يرسلوا البيان الرسمي عن طريق سيارة خاصة وتم بذلك تلك السيارة توقيفها في الطريق قبل ما تصل للتلفزيون وتم وخذوا قرار عزل للجيد صالح كل هذه الأمور حدا ولما أغلقت في وجوههم الأبواب لجأوا إلى الطريقة الحيلة هذه حتى يعملوا حكم انتقالي يحتموا باليمين زروال حتى يمرروا المرحلة ويتخلصوا من القيد صالح ويتخلصوا من القيادات العسكرية التي لا توليها وأجزم لكم وأقول لكم بأن تلك المرحلة كانت القيادات العسكرية كلها تؤيد هذا المسار واللي ما أيد هذا المسار كان يقبع في السجون تقول طرحت بعض الأسماء لتسيير المرحلة الانتقالية على غير أحمد بن بيتور زوبي داع السول ليستقر الأمر شوف أحمد بن بيتور حقيقة كان وزير أول للبوتفليقة وبعد ذلك استقال ومعروف كخبير اقتصادي ومعروف بنظاله وبعد ذلك ضد النظام بلا أدل شك ومكروه لدى السعيد البوتفليقة إذن لا يمكن أبدا أن يقبل به السعيد البوتفليقة هذه حكاية فارغة أمر آخر زوبي داع السول من هي زوبي داع السول أصلا حتى يطرح اسمها كمرحلة انتقالية كتقود مرحلة انتقالية من هي أصلا ليست لديها قيمة في الشارع وليست شخصية مناظلة كبيرة يعني أنتو ما تعملوا اجتماع باش تنقذوا الأمر يعني هذه الأسماء تطرح قبل اليمين زروال تطرحها وبعد يستقر الأمر عاملية يعني تحط لي زوبي داع السول واليمين زروال وعلي بن فليسو وبن بيتور في نفس المقام يعني يعني كأنه كأنه شيء غريب يعني يعني أنه شيء غريب زوبي داع السول كأنها مناظلة كما احترامي ليها على كل حال أنا لا أقول هذا لكي أطعن فيها ولكن الحقيقة لا يمكن هي مناظلة عندها مواقفة سياسية نتفق معها أو نختلف معها هذا شأن آخر ولكن من هي أصلا تكون زوبي داع السول حتى تقود مرحلة انتقالية ما بعد بوتفريق ثارة المؤسسة العسكرية خرجت من إديهم يعني يطرح الكزوبي داع السول واضح واضح الكذب الكذب المعلن واضح مع احترامي للسيدة الوزاح منهم واضح الأمر الكذب معلن وليس دفاعا عن القيد صالح أنا القيد صالح إلى آخر دقيقة حتى اليوم اللي تم استقالة بوتفريق بتلك الطريقة كنت أنتقد فيه ولكن بعد ذلك لما وصلتنا المعطيات وما حدث في الفطرة الأخيرة وما حاولوا كيف حاولوا يتخلصوا منه وكذا 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 قلت هذا الرجل يستحق الاحترام لأنه ديار مواقف أخيرة كان يمكن أنها الدولة تستمر تحت حكم العصر العصر إذن في هذا الاجتماع لماذا لم تذكر السيدة لويزة حنون بأن هذه المجموعات اتصلت بكريم طابو اتصلت بحزب إسلامي اتصلت بحركة حمس وعبد الرزاق مقري لماذا لم تقول أنهم اتصلوا بالعرب الزيطوت أيضا حتى في لندن لماذا لم تقول هذا الخبر هذه المجموعة خططت بهذه كانت حابة جيب اليمين زروال رئيس لهذا المجلس جيب كريم طابو وكانت في المعلومات في الأول يقولوا اتصلوا بالشيخ عبد الله جابال ولكنه رفض وبعد ذلك اتضحت معلومات بأنه اتصلوا بعبد الرزاق مقري وعبد الرزاق مقري لم يرفض هذا الأمر لم يرفض أن حزبه يشارك في هذا المجلس وأيضا اتصلوا بمحمد العربي زيطوت اللي كان ديبلوماسي في ليبيا سابقا اتصلوا به حتى يستعملوه من أزل سكات الشارع ووافق ليهم وقال لهم قال لهم سأساهم في تهدئة الشارع المهم يجي عضو في المجلس يعود إلى السلطة ويأتي من الباب الواسط هذه هذه معلومات موثوقة لماذا لم تتحدث عنها الوزاح النوم ايضا بالمختصر المفيد اذا هذا من ناحية المحتوى من ناحية شكله تفجير هذا الملف بعد رحيل القايد صالح يوحي بأن الدولة العميقة تريد أن تعود بقوة ووافة لحكم الجزائر خلاص خسروا ما خسروا في أيامات القايد صالح الآن تريد العودة على غراء على جثة القايد صالح إلى السلطة بأي طريق ولن يجد مثل الوزاح النوم التي برئت من تهمة التآمر آمر على الدولة وخرجت تعادت وعندها حزب سياسي ولسانها حاد ولذلك وهي كانت متهمة في لقاء مشبوه هذا كان لقاء اللي كان فيصل في تغيير مصار الدولة الجزائرية ولا يوجد سواه الآن من هم؟ سعيد بوتفليقره في السجن توفيق في السجن بشير طلطاق لم يحضر معهم ولكن كان بطرق ما في هذه المؤامرة اليمين زروال في بيته لا يمكن أن يعود أن يتحدث هذا الموضوع إذن لم يبقى إلا الوزاح النوم الآن الموجودة خارج السجن وعندها حزب سياسي تستطيع أن تتكل إذن هذه عودة الدولة عميق الظروف التي جاءت في هذه التصريحات هي الاستفتاء القادم شوفوا الاستفتاء القادم هذا معادو كذلك يضغط على رئيس الجمهورية من أجل تمرير الدستور هم يريدون هذا الدستور أن يمر تعرفوا أطرحات الوزاح النوم الإيديولوجية وإيديولوجيتها وعلمانيتها ومناهضتها لقانون الأسرة وقيم الدولة الجزائرية وقيم الدولة المسلمة أيضا انتصارها للأطرحة البربرية في كثير من الأمور معروفة إذن هي خرجت لتضغط الدولة العميقة على الرئيس تابون لذلك إخواني الكرام أنا في تقديري شخصي أن هذه التصريحات مع كل الإحترام طبعا إلى السيدة لويزا حنون هي تصريحات معدة من أطراف المعينة معدة من أطراف المعينة العصابة التي اجتمعت لم يبقى منها حر إلا لويزا حنون وهناك شبكات أخرى غير ظاهرة موجودة في عالم الاقتصاد موجودة في السياسة موجودة في الأحزاب موجودة في دوائر السلطة موجودة حتى في رئاس الجمهورية موجودة في الحكومة هذه تعمل في صمت من أجل أن تعيق المصار لذلك الشعب الجزائري اللي خرج وفي 22 فيفري وقال لا لعهدة خامسة لا للعصابة عليه الآن أن يخرج في أول نظمبر لإنهاء هذا الدستور لإنهاء هذا الدستور ورئيس الجمهورية رئيس الجمهورية يبدو رئيس الجمهورية أنه رهينة أنا نشوف في رئيس الجمهورية الآن أنه رهينة متى يكون رئيس الجمهورية قوي بغض النظر على ما كان أنه كان وزير أول عند بوتفليقة وكان وزير في عدة حكومات بغض النظر عن هذا الشيء المهم أنه رئيس الجمهورية جاء في انتخابات 12-12 وتعهد ببداية مصار جديد الرئيس الجمهورية أعتقد بأنه تحت ضغط كبير متى يتحرر من هذا الضغط إذا وجد معه الشارع القوي أما المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية التي اتهمتها الآن لوزح النون تتهم المؤسسة العسكرية المؤسسة العسكرية القيد صالح ما انقلب من دار وجام من دار ديركت انقلب على بوتفليقة هو انقلب مع قادة منهم السعيد جنقريح منهم السعيد جنقريح الآن لوزح النون تتهم بأن المؤسسة العسكرية انقلبت على بوتفليقة معناها الانقلاب وبيضت وبيضت صورة بوتفليقة بيضت صورة بوتفليقة بوتفليقة الذي طالب الجزائريون بمحاكمتهم جيل وزح النون ترد كأنه قلبوا على الجزائر يا بوتفليقة لا يدري ما يدور من حوله حتى تجي تقولوا بأنه قال بوتفليقة كان يحكم باسم مراحل معين العهدى الرابعة كله هو يحكمه حتى العهدى الثالثة إلى حد ما ولكن العهدى الرابعة كامل هما يحكموا باسم ولا على باله وش سير يهزوه يحطوه يقولوا له أقعد والله ما على باله وش سير يعني يخبر الوزح النون ويروح يخبر القيد صارح بأنه سيستقيل وكذا 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 الرجل جايبينه من سويسرا وما على باله وش أصلا وش سير وهون اليوم هذا مع البلوش والصايا إذن إخواني الكرام أنه الآن عودة الوزح النون بهذه الطريقة ما هي إلا عودة للدولة العميقة الوزح النون مناظلة بلا أدنى شك رئيس حزب سياسي وكذا وكذا هذا ما نتكلم عليه ولكنها معروفة بعلاقتها مع آل بوتفليقة وعودتها بهذه الطريقة ليس لضرب القيد صالح لم تعد له حول ولا قوة هو عن ضربه ولكن لتبييض صورة بوتفليقة ومحاولة الضغط على الجزائريين وتشتيت الأذهان الجزائريين في الاستفتاء القادم على الجزائريين أن يركزوا في هذه المرحلة على الدستور يجب عدم تمرير هذا الدستور ستعود العصابة بقوة والرئيس لا يمكنها أن يفعل شيء إذا تمكنت منه عصابة الدولة العميقة سكرا لكم أحبة الكرام على إصرائكم ونعتذر دائما نطيل عليكم ولكن لغالب الكلام كثير في هذا الموضوع والمواضيع كثيرة ومتشابكة والحرقة أكبر مما يمكن أن تتخيلوها على جزائر تعاني من أطراف كثيرة للأسف نتمنى من النظام الجزائري القائم أن يكون قلبه على الجزائر وليس على أشياء أخرى استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وألقاكم في فرصة أخرى بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله